اشتركوا في القناة ويوجد في مملكة البحرين يبلغ إلى اليوم عدد الحالات القائمة 3330 حالة جميع هذه الحالات حالات مستقرة يوجد لدينا فقط خمس حالات تحت العناية المركزة ولكن ليس فيهم أي حالة حالتها حرجة وان شاء الله بتطبيق البروتوكولات العلاجية يتمثل الجميع إلى الشفاء بالنسبة للمتعافين عددهم 2192 حالة وهذا الذين كانوا خرجوا سواء كان من مراكز العلاج أو مراكز العزل وان شاء الله هذه العداد تزايد في الأيام القادمة ونشوف نتائج أفضل أحب أرجع إلى النقطة التي تفضل بها الزملاء المتحدثين التي فعلا زيادة الحالات التي لاحظناها في فترة ممكن نقول الخمسة أو إلى ستة أيام السابقة وهذه كانت نوصي ونكرر بطريقة دورية الاهتمام ومتابعة جميع الإرشادات والاحترازات التي تصبها الجهات الرسمية طبعا بالنسبة للتباعد الاجتماعي فعلا عنصر عنصر جدا جدا مهم بالنسبة للتجمعات العائلية طبعا لا أحد يبغي أنه لا يقعد مع عائلته أو أسرته بس لما نشوف الهدف الأسمى الهدف الأكبر هي مرحلة مؤقتة مرحلة لازم الكل يتعاون فيها على أساس إحنا ممكن نتجاوز هذه المرحلة وهذا طبعا ممكن شفتونا واضح مثل ما تفضل سعد الدكتور وليد ودكتور مناف إنه فعلا كانت في حائلة على عائلات يعني إحنا نتكلم عن أكثر من شخص في عائلة واحدة بسبب هذه التجمعات اللي صارت تجمعات العائلية تجمعات العائلية